شهدت محال بيع هدايا الكريسمس رواجا كبيرا في حركة البيع تزامنا مع احتفالات عيد رأس السنة حيث يستعد العراقيون بكل الطوائف والقوميات إلى شراء شجرة الميلاد والباب نؤيل وغيرها من الهدايا بمختلف أشكالها وألوانها الجميلة طبعا هاي السنة هو موسم عيد رأس السنة احنا كل سنة نفتح بس السنة موسم مقبال عليه فتشي مطبيعي والأسعار طبعا صاعدة بس العالم قبالها قوي يعني الشجرة من 15 ألف إلى 25 ألف بس القبال قوي والسوق نعمة من الله وبركه الحقيقة العراق باقة ورد كل وردة لها عطرا ولها لون رأس السنة صارت بالعراق حياة مشتركة تلاحظ كافة العراقين يجون يتبضعون فشي مميز وجميل وفرحة يتباشرون الناس بسنة بداية سنة خير وصحة وسلامة على الجميع وفشي ممتع وفشي جميل هنا تلاحظ اليوم السوق أبهرني يعني العالم كله جاي تتبضع وتتونس هنا بالشورج وفشي جميل وحلو على الرغم من المشاكل التي تمر في البلاد خلال هذه السنة إلا إن الأمنيات كانت حاضرة بين المواطنين بأن يكون عام 2022 عام تعزيز الاستقرار والنهوض بالإعمار وتوفير فرص عملنا للشباب والله نحتاجها العامة أنه الله ينعم على هذا البلاد العراق يعني بلادنا العظيم أنه الأمن والأمان والاستقرار الخاصة نتمنى ينزلونا الدولار أهم شيء يرجعونا يعني على الصرف القديم إن شاء الله نشوف هذه السنة 2022 بها كل الخير وسعادة والأمن والأمان ساعد الناس الفقراء على التعينات إن شاء الله على هذه السنة الخير إن شاء الله نتأمل الصح والخير والبركة على هذه الناس الفقراء استعداداتنا كبيرة لاستقبال رأس السنة وسط أمنياتنا جديدة آملين تحقيقها في العام الجديد أن يعمى الأمن والسلام في ربوع العراق من بغداد شايبانسامي قناة وطن الفضائية